بسم الله وكفا وسلام على عباد الذين اصطفى اللهم يلهم رجدنا وثبت أقدامنا فيما تحب وترضى وجعلنا من خير من سعد بقدم نحو شبل السلام وجعلنا من خير من احترمك يا سلام من خير من نشر السلام في الأكوان بفضلك يا رحمة أمين 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 أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن إن شاء الله تعالى أسوق لكم بعض آيات من سورة هود عليه السلام فيها ذكر لشعيب عليه السلام وقومه الأنذان آية 84 قلنا من سورة هود نبدأ بها وإلى مدينة أخاهم شعيبا قلنا سر اللفظ أخاهم قال يا قومي فمشي فاتجاء أخي يا قومي عبودوا الله ما لكم من إله غيره فمشي ما أسهل من هذا يا قومي من لي سنعدوا معكم عبودوا الله تعاليش الكلمة الطيبة الدعي إلى العبادة هي أول كلمة حارب قلونا بربي بسياستكم خاصة الكلاب الكرب هذه عندهم سياسة بتاعهم الإسلام جواهم بالسلام وهم نبذوه وحاربوه بحجة وهي أهل الإسلام أكلات ده عليه الدار وشرب أنا من سلمي باللسان ولكن العمال أشأ من الكيانات في العالم وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قومي عبودوا الله ما لكم من إله غيره في المحق اليوم نسع مزعي يا قومي عبودوا الله ما لكم إله غيره ومعندكم غريسة العبادة التقديس والاعتكاف والقربان فمهرب واحد هذاك الوحيد تتوجه لي بل غريسة دي هي مغروسة فيكم ها وعندكم كيفاش تعيشوها وتلدوا بيها وعاقبها الكل خير من العسل وخير من السمن وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قومي عبودوا الله ما لكم إله غيره ولا تنقص المكيان يعني عندنا مش عطار برك نقص المكيان حتى ليخدم في شبه دولة ما لا ينقص المكيان يعني السرقة يعني هي وجه آخر من نقص المكيان هذه تكثر من يعني تستحق بحيلا من الحياة الإدارية ولا حياة المتاع تشعيمه كذا انتي هنا كانت قمت بالأخرى تطفيف هذا كلهم ووزنهم يخسروا كانوا حقا لك عتيني كيلو انتي تحقلوا أقل بالأخرى 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 انتي وستطارت وإلى مدينة خامس وعيبا قال يا قوم يعبدوا والله ما لكم إله غيره ولا تنقص المكيان والميزان إني أراكم بخير أنا الحد الآن أراكم مجددكم وستلعنا هيا مزال في ضع زماني ومكاني منع روحكم به وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذابة يوم المحيط أكبر شيء أخاف عليكم هو الشر المحيط في يوم الأخير يوم العذاب يوم الشهاد يوم نبأه عظيم وإني أخاف عليكم عذابة يوم المحيط يعني حتحد منكم يفرر من حساب جاي جاي سئينك زرع الججمان ديران يجب أن يأتي في ضدر دي بو ويا قومي أو في المكيان أو الطريق الإصلاح ما كفشت قبل صلحته تابعوا أصلح ويا قومي وفي المكيان والميزانة بالقصد بالقصد وليتبخص الناس عشاء مشتطعا بهذا باش تصير سمعتك كتاجر أمين باش أنت يخللك الجو وناس قلت مينك أنت يا أفاك أثين ولا تبخص الناس أشياء ولا تعظوا في الأرض مفسد مش كل يعمل هذا يبخص الناس كل هما يبخص الشعب الكل هما الانجليز هما يخدم بهم كما يحب اليهود هما اليهود فماش الانجليز عامة جردوما إلا من رحم ربنا ولي رحم ربي من أحسن الناس سواء كان في الحكم وسواء كان في التفكير والأدب والحاجة أحسن الناس وخلد الله آثارهم ويستحقوا ذلك لأنهم انشقوا وخرجوا من الصرب الفاسد وعرفوا الإنسانية هي أولى بالاتباع ومنهم من اعتنق الاسلام وكان من خير إخواننا وخواتينا ولا تعظوا في الأرض مفسدين بقية الله يخير لكم يتبكركم من عمركم وليخيركم ربي حلال خير لكم تشبيع حلال لكم شوية وطرفنا شوية في رأيكم المقلوب شوية وشيطان يقللكم القيم والبركات والفضائل للأمور كذا يقلل عندكم حتى تزدوا بها وتميلوا لما وقضى رقبتكم توليهم بورين بالفسد اللي يردوا به الشيطان يبسد حالكم يا ألأم العباد ويتعظوا في الأرض مفسدين بقية الله يخيروا لكم إن كنتم مؤمنين وقلت لي مشتولي المؤمنين الخير يا مجيفك اللي حلوا ربي لكم واخفره لكم لنا بسحل الماضي متاعكم الأسلام يجبوا ما قبله وما أنا عليكم يا حفيد قالوا يا شعي شوفوا شوفوا الحوار منذ باطل بجوش جرار الخبيضة واحد بر ولك كله معه وشكون يغلب من أرض الله تنصر الله ينصركم يثبت أقدام الله احنا القلة الإخوانجية هذه احنا ننصرون قمنا أنتم عامين كل جميع مالكم مكة وجيتكم الأيام الباية تتطلطتم وغروركم ونفخ فيكم بليس عن طريق برقيبة وبنعلي وجبتوا بعد ما وجبتوا الخراب وجبتوا العتاب وجبتوا الملاء حسابكم معاش حساب كشفناكم وظهر تعواركم ويلعنكم اللعينون وبارها من هذه الأمور قالوا يا شعيب الصلاواتك تأملك أن نترك ما يعبد أباؤنا قالوا أنا اللي يعذبوا فينا أباؤنا أو أن نفعل بأموالنا ما نشع هي أموالكم أموال ربي الكلام تختصبوا بعد تنصبوا المال لأنفسكم ونكم مهمش أهل المال لكن ربي فتنكم به فست وقعت في التورد قولي أنتم ما أنكم سذوق لتعرف لكوحك من بوع وما تعرف بأعلم إلا ما تشمها كده بلي سرقهم ولي البلد من نوع ذلك قالوا يا شعيب الصلاواتك وتأمورك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد السخرية الله والله نسمي هو بالمقلوب أو سخر قال يا قومي كيف يرد المعين يعرف مقصد الخطاب ذاك قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينا شو شو ما شو ما دق العبارات قال يا قومي لا قل شهد تسحيف يا قومي أرأيتم إن كنت على بينا من ربي ما يتلونش ما تخاف النبي ما يتلونش نبي عندهم مأمورية هي الوحيدة المأمور بها كل نبي عليهم السلام هذاك ديدانهم كلهم مأمور بحاجة وصلوا كما عرضها الرحمن قال يا قومي أريد الإسلام ما يتبدل إسراء مش على هو إسلام أمريكي وفرنسي وقريقي وقرملي قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينا من ربي ورزق منه ورزق حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه شوف شوف حجاج شوف لزر يمون سيري در يمون بلوزيبل الكمبار الفيزيبل إلى ما يناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فنون فنون في الإنسانية واللطف في الخطاب وحكمة الخطاب ما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله علي توكلت وإلي ويا قومي لا يجري منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوع تعب لي فيه مش إباع عليكم العذب اللي يسرع بالعذب يجي على حسب ما قضى ربي في الثمان والنكان مثل ما أصاب قوم نوع أو قوم نوع أو قوم صلع جاءت اسم ذكر سيدنا نهود اسم السورة سيدنا نهود عليه السلام كما ذكر في رسالتك كما ذكر هنا عليه السلام سيدنا شعيب عليه السلام شوف فنون القرآن أيوة لا ويا قوم إلي يجير منكم شقاقي شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوع أو قوم يهود أو قوم صالح وما قوم الوطن منكم بعيد هكذا هكذا حقاق ضربتها ضربة خلات نافذة أنكريستي هذه صدوم جمار جرابيا ما جراب والحد حتى حد مجمي درق واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ربي أنا اتقل منه ربي أنتم كونوا استعرمين ودليلكم ما كون مش قابلين أن يدعوتكم إليه وشادين صحيح فيما وجدتم تركة أبائكم من ملعون قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقوم فعلا ضيحة عندهم شفقة مرص مربوط كشتوربط ما نفقه كثير مما تقول وإننا نراك فينا ضعيفا يعني يمشو بالضعال إليه إليه ملوريتي دونك إلي خيب يكون بإكررسي تماما وما المجوريتي إكررسة دومين ده أرغييوز وفاني ترس لما تكون كريمينال وإننا لنا نراك فينا ضعيفا ولو رأتك أشوف الحساب الغلط نرجمناك وما أنت علينا بيعزيز قال يا قومي مش مش يسكتر حول الله قال كما قال الرسول عليه السلام لو تضع شمس يمين الرسول عليه السلام والقمر في السير الكريمة ما يبدلش وما يغيرش هو أمين 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 قال يا قومي أراتي أعز عليكم من الله شوف السبت الغد واتخطموه وراءكم ظهريا إنا ربي بما تعملون محيط ويا قومي هو التحدي ويا قومي وحنا في التحدي ويا قومي وليذا تونس المخروبين منش مننا وانمشي خاف يعني بل هما سبب فضايحكم وسبب التنكيل بيكم لأنكم من شديدين صحيف لأنتم على حق وانا على بات همشيكم حساب من لدن رب الأرباب ويا قومي اعملوا على مكاناتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقي ولما جاء أمرنا نجينا شعيما ونجينا الذين آمنوا والذين آمنوا برحمة من نجينا برحمة الله واخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبح في ديار المجاتبين كأن لم يغنوا فيها ما اكتعتوا بلقنتوا جاء الحساب مرة عيشة وانقلبت الأحوال ونجينا ونجينا وكأن لم يغنوا فيها ألا بوعدا لمدينة زاد لعنى قال ربي بوعدا كما بعدت تموت وبأجي قصة سيدا موسى مع فرعون وقبيل فرعون الملعومون والسلام على المؤمنين الصادقين المحسنين المحسنين لأنفسهم ولغيرهم أمين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة وبركاته ورفع